السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الرحمن نسأل الله أن يرحمنا برحمته نسأل الله من فضله ورحمته ورضوان منه أكبر حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم نبدأ يلا وما توفيقي إلا بالله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن أعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان وليمن خاف ما قام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نباختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان كذبان لم يطمثهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات متكئان على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانك لا إله إلا أنت لا نكذب بأي آلاء من آلائك تنتبهوا سبحان الله اللي بدو يتعلم الوقف على النون والميم والرا اللي هي التوسط التوسط زمن التوسط وضحت هنا كتير في نهاية الآيات كل آياتها يا نون يا ميم يا را سبحان الله وكله توسط هذا واحد طبعا النون لما توقفي عليها تكذبان 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 في زمن لكن لما توقفي علي النون المشددة جان النون اللي انت وقفت عليها والميم ما في أي تكلف في الغنة لكن النون المشددة لا بدك تتكلف في الغنة وتجيبها أطول عشان يوضح اني أنا وقفت علي نون المشددة لأنه النون والميم المشددتان في حال الوقف المتطرفتان تمام ما عليهم نبر ليش لأنه الغنة الطويلة تكفي الغنة الطويلة تكفي وتوضح اني أنا وقفة على حرف مشدد لكن أي حرف آخر مشدد متطرف بدي أوقف عليه لازم عملية النبر لازم عملية النبر تمام؟ بس هذا كله ان شاء الله يكون نوفقنا في قراءتها ان شاء الله تتوفقوا كمان فتنتبهوا يعني التفخيم والترقيق في هاي الآية انتبهوا في خض خض ريم الضاد في ناس كتير خضر هذا خطر انتبهوا لها هاي لم يطء مثهن إنسون قابل